خليني أبدأ وأسمع رأيكم في هذه المباراة الصعبة ومباراة القمة ومباراة الهزيمة الفريقين مفيش حد فيهم مهزم حتى هذه اللحظة مباراة صعبة طبعاً الأهل بيواجه منافسه الأول في الدوري لحد دلوقتي برمجزم أعمل أداء هايل في الدوري كأرقام وكنقات الأهل لو قدر أنه يكسب بكرة إن شاء الله سيوصل الفرق الخمس نقاط الفوز مهم نفسياً في التوقيت دوت أنك عندك مواجهة صندوانز في أفريقيا عندك توقيت مهم في الدوري تكسب المنافس بتاعك في الترتيب دي شيء مهم الأهلي بيواجه فريق أرقامه على مستوى الشك الهجومي قوية سجل 20 هدف برمجزم حد الوقت في الدوري استقبل خمس أهداف الأهلي برضو أرقامه الهجومية قوية جداً الأهلي أقوى هجوم في الدوري 27 هدف فهي مواجهة صعبة ولكن هي مواجهة بتلات نقاط عايزين برضو يعني ما نحاولش إن إحنا نحط ضغوط كبير على اللعيبة عايزين برضو ما نكبرش الموضوع أكبر من حجمه مواجهة صعبة برمجز المنافس بتاعك في الدوري فإذن هي مواجهة قمة من المفترض ولكن بثلات نقاط الفوز فيها هيخليك ماشي كويس جداً في الدوري هيقام من لك الصدارة بفرق خمس نقاط فمطلوب إن إحنا نكسب نفسياً وعشان نكمل بإذن الله منافس على الدوري يعني زي ما أحمد قال طبعاً المباراة صعبة المنافس المباشر حتى نقام في الدوري وهو برمجز بواقع النقاط طبعاً الفترة اللي جاية ده تقريباً آخر مطش الأهلي في الدوري قبل توقفات كاس العالم يعني هنلعب مطشين في أفريقيا سانداونز والمريخ وفي النص فيه كاس مش هنلعب طبعاً نادي الأهلي فده آخر مطش دوري فمهم جداً إن النادي الأهلي يختم حتة الدوري دي بفوز نفسياً ومعنوياً ورقمياً هيخليه مرتاح الفترة اللي جاية دي وما فيش أي ضغوطات نادي الأهلي الفترة اللي فاتت زي ما كننا عارفين فيه ضغوطات كبيرة جداً في شق ضغط المطشات المباراة كتير ما بين دوري أفريقيا سفر الموضوع صعب جداً فبالتالي الفوز هيريح نادي الأهلي كتير زي ما أحمد قال جملة مهمة جداً المباراة هي مباراة في الدوري بثلاث نقاط المشكلة دايماً إن كان بيبقى فيه تعامل مع مباراة بيرامدز إن هي بضغط مختلف شوية بيتم تطارق لبعض الأمور اللي خارج الملعب ولكن حالياً الأمور هادية خالص وما فيش أي حاجة مباراة بثلاث نقاط فريق متصدر الدوري لأنه فارق مباراة عن النادي الأهلي النادي الأهلي يكسب هيبقى كمان لسه ليه مباراة معجلة مع الجونة الأمور تبقى أكثر استقراراً فإن شاء الله الفوز يبقى من نصيب النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر